السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكل من يتابعوني الفيديو لهذا اليوم ان شاء الله سوف يكون شرح لكيفية تفعيل خاصية الابت في راوتر تيندا دي 305 في البداية قم بفتح اي متصفح عندك في الحاسوب او في الهاتف بعد ذلك قم بكتابة ادريس الدخول الى الراوتر كما هو موضح في الشاشة ثم قم بالضغط على انتري بعد ذلك سوف تفتح معك الواجهة بهذا الشكل قم بكتابة اليوزر نيم والباسورد ادمين كذلك بالنسبة للباسورد ادمين كلهم حروف صغيرة بعد ذلك قم بالضغط هنا على لوغين وصوف تفتح معك الصفحة بهذا الشكل ثم قم بالضغط هنا في الاعلى على الاي بي تي في ثم قم بتفعيل الخاصية بالضغط هنا على هذا المربع ثم قم باختيار الخيار الاول التائم انترفايس ملاحظة هذه الخاصية تعمل فقط على الاجهزة الريسيفر والشاشات سمارت التي بها منفذ كابل انترنت ارجي خمسة واربعون كذلك روتر تيندا يشتغل على نمطين النمط اي تي في والنمط التاني اي بي تي في بالنسبة للنمط الاول ال اي تي في فهي خاصية قديمة والتي كانت تشتغل عليها شركة اتصالات المغرب قديما لذلك عندما تريد ان تقوم بروت الكابل في منفذ الروتر يجب ان تقوم بادخاله كما تلاحظون هنا في المنفذ الثاني select layer to antiface كما هو موضح في الشاشة بعد ذلك قم بتغيير vpe قم بكتابة هنا 8 ثم بالنسبة لي vce قم بتركها هكذا 35 ثم قم بالضغط هنا على apply and save بعد ذلك قم بالضغط هنا على ok ثم اذا قم بالتوجه هنا الى advanced setup ثم الى one service كما تلاحظون هنا تم تفعيل خاصية ال ap tv بنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته